السلام عليكم معكم دكتور عبد الرحمن نصار النهاردة هنتكلم عن تعليمات بعد خلع درس العقل سواء كان خلع جراحي او خلع عادي يعتبر درس العقل من اصعب الدروس في خلعها نتيجة مشاكل درس العقل وتكلمنا قبل كده عن مشاكل درس العقل هسيب اللينك تحت وهيظهر في الآي اللي فوق هتكلم سريعا عن درس العقل وبعد كده هنتكلم عن التعليمات اول حاجة درس العقل هو الدرس الثامن من الاسنان وبيبقى اخر درسي في سن 18 الى 25 سنة وده معاد ظهوره ايه هي مشاكل درس العقل اول مشكلة معانا هو انه بيطلع بميل وممكن يسبب مشاكل في الدرس اللي جنبه تاني مشكلة ان اللي فوق درس العقل بتسبب التهابات فبنتطر ان احنا نشيلها ولو رجع التاني بنخلع درس العقل وهيبقى التعليمات زي اي تعليمات خلع درس عادي اول نصيحة وهي هنعض على القطنة لمدة ساعة او ساعتين بالكتير في حالة وجود دم بعد ساعة وطبعا ممنوع نشيل القطنة قبل ساعة ممنوع نلمس الجرح عشان نتأكد لو في دم ولا حاجة ممنوع نلمس الجرح باللسان كمان تاني نصيحة معانا وهو ممنوع اول يوم اي اكل ساخن اطلاقا زي الشاي او الاكل الساخن او القهوة وهكذا الاكل اول يوم هيبقى بارد فقط تالت نصيحة لو فيه تدخين طبعا ممنوع التدخين نهائي حتى 3 ايام من بعد الخلق لان التدخين هيعمل التهاب للجرح وطبعا هياخر التقام اللثة حولين الجرح ويحس بقلم شديد جدا نتيجة التهاب الجرح تاني يوم هنخسل اسنان عادي بس بعيد عن الجرح طبعا اول يوم ممنوع نخسل اسنان كمان من الحاجات اللي هنعملها تاني يوم وهي هنتمضمض مية دافية بملح عشان تساعد على التقام اللثة والجرح وعدم التهاب الجرح او اللثة طبعا لو احتاجنا ناخد مسكن اول وتاني يوم عادي خالص دي كانت اهم التعليمات بعد الخلق درس العقل بدون جراحة طيب ايه هي التعليمات لو درس العقل انت خلق الجراحة هتبقى نفس التعليمات ولكن هنزود عليها طبعا ان احنا هناخد مضاد ضحاوي مضاد التهابات كوقاية فقط وهتعمل الكمادات مية بردة اول يوم وتاني يوم هنعمل كمادات مية دافية عشان تقلل ان هيحصل ورم مكان الخلق ولا حاجة وبكده وصلنا لنهاية الفيديو لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا